الدئيف اتأثرت الدولة والعالم كله تأثر بموضوع كورونا والعالم تقفل أكتر من حوالي سنة وقعدنا في هالع ورعب فإحنا إن شاء الله داخلين على فصل الشتاء وطبعاً بيحتاج مننا لبس الكمامة لأن بعض السواعي بتنتشر الأمراض البارد زي الأن في الونزة وبتتطور فإحنا من نداءنا للمواطن أنت لازم تساعد الدولة لازم أنت يكون عندك ثقافة أن أنت تحافظ على نظافة بلدك وأيضاً على نظافة قريتك أو بيئتك اللي أنت عايش فيها النظافة هو سلوك حضاري أساس تطور المجتمعات المتقدمة وأساس تطور الدول عالمياً هو سلوك المواطن سلوك المواطن من ناحية النظافة نمبر وان من ناحية حرصه على نظافة بلده ودولته من ناحية اتباعه للإرشادات الصحية عشان يحافظ على صحة غيره عشان يحافظ على بيئته عشان يحافظ على ولاده عشان يحافظ على أسرته قبل ما يحافظ على الأسر الأخرى الدولة اللي بترتقي بالثقافة النظافة هي دولة متقدمة ونأمل بوصول مصر مش بس القاهرة مصر كلياً للتطور والتقدم عالمياً زي ما حرص الأب الروحي رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء واللواء أهاب الشرشابي وكل القائمين على ملف النظافة بالدولة إنهم يحطوننا ضمن تطورات الخطط العالمية أو المواصفات العالمية للنظافة لازم إحنا كمواطنين نرتقي بأنفسنا حتى نواكب هذا التطور العالمي اللي بيحدث دلوقتي داخل العاصمة أنا بشكر طبعاً الحج جمعة محمد وبشكوره جداً لأنه إدانا الفرصة وقراعي للبرنامج وشركة طبعاً المصرية المتعهدة طبعاً في نظافة القاهرة اللي وقده طبعاً شغل من الهيئة بنشكره طبعاً كنا بنتمنى أنه يكون معانا النهاردة ولكن الظروف منعته وإن شاء الله بنطلب من مخرجنا يحضر لنا مداخلة مع الحج جمعة أحد رئيس رابطة متعهيد النظافة العامة زي ما حضرتك قلت أهم حاجة سلوك المواطن سلوك المواطن النهاردة أنا بشوف وأنا ماشي أو راكب سيارة يلا أنا بنزل أي مواطن بيبقى واخد معه حاجات ومأكلات ومشروبات عشان لو مسافر بيخلص وبص ألاقي حضرتك يجي واخد الكيس أو المتبقيات بتاع الكمامة ويرم استسهال ده بيكون استسهال حضرتك لازم تخافظ على نظافة مجتمعك لأن ده في النهاية وفي الأول وفي النهاية ده مجتمعك لو شفت الصورة خلوة ده ليه لو مجتمعك الدولة زي بيتنا زي ما أنت ما تقبلش أن أنت تعيش في بيت غير منصق وغير مهندم وبيت مش نظيف كمان الدولة زي بيتك تحافظ عليها لأن أنت ما يفعش تعيش في دولة مش نظيفة ما تبقاش الدولة نفسها والقائمين على الدولة مهتمين بصحتنا مهتمين برعاية أولادنا ومهتمين بملف النظافة والتجميل عشان نرتقي عالميا وإحنا نرد ده بأننا ننحدر في السلوك وبناء عليه بننحدر عالميا وبيقل تقييمنا كدول متقدمة على مستوى العالم وده بسبب سلوك المواطن اللي احنا كلنا بنستهتر به وبنفتكر أنه هو ملوش دور أو غير مؤثر كل واحد فينا لو بدأ بنفسه قبل ما يبدأ باللي حواليه كل واحد فينا لو ما بصش لللي حواليه وقال يعني هي جات علي الجملة دي نحط تحتها ألف خط وبيقف عندها كتير قوي هي جات علي في أداقه في عمله في أداقه في بيته في أداقه في بيته في أداقه في تربية أولاده الارتقاء ملف شامل لا يشمل ملف النظافة والتجميل فقط في الدولة وإنما يشمل السلوك العمل الجاد يشمل التربية يشمل النطج يشمل ثقافة الأسرة في المجتمع المصري ترجمة نانسي قنقر